أخونا محمد من السعودية قلنا بيضم صوته لأخونا اللي باعت الاسميس بقول بلغم في الصباح شديد جدا أخونا اللي باعت رسالة الاسميس بقول مع إني مدخن أنا بدعيله أقول اللهم يعني اعتقوا من هذه الآفة وربنا يتوب عليه من هذه الآفة اللعينة قفت التدخين يعني لو شفنا العلماء كتبوا ايه وقالوا ايه في التدخين هنعرف ان احنا بنضر أجسدنا وبيوتنا وبندر أولادنا وبندر البيئة بل وبندر جيوبنا بأموال طائلة فنقول يا رب احنا ندعي لك يا أخي الحبيب احنا ما كان معناش اسمك ولكن نقول اللهم اتوب عليه وعلى كل مدخن ويمكن فيه بنعمل علاج قلت عليه قبل كده بسهل أول التدخين وده بنعمله الوجه الله مجانا البلغم ممكن نعالجه بايه حاليا الحمد لله الكلام اللي بنقوله في برنامجكم الطب الآمن ان الشركات الأدواة بقيت تعمله يعني ناخد التالي والبنة بضاكر وورق الجوافة بعسل النحل بيتغلوا وبعدين نضيف لهم نحلهم بعسل النحل صباحا ومساءا بتطرد هذا البلغم نحرص ان احنا نعمل تمرينات التنفس وهنا دور العلاج الطبيعي ان انت تتنفس من منخيرك نفس جامل جدا وطلع النفس من بؤك ثلاث مرات في تمانية يعني ايه في تمانية يعني ثلاث مرات التمرين بس ثلاث مرات على مستوى اليوم يعني مرة مع كل صلاقة دي كده خمسة ومرة مع كل وجبة دي كده بقوا ثلاث مرات في اليوم يبقى تمرينات التنفس التالي وورق الجوافة ولبنة ضاكر علشان يزيب المخاط ومخاط